تعالوا بقى كده معايا اعمل لكو وجبة صحور من الاخر مليانة بروتين مليانة الياف تديك احساس بالشبع فيها بوتاسيوم مغنيسيوم زينك فيها كل العناصر الغذائية لجسمك محتاجها تديك احساس بالشبع طول فترة السيوم نساش بستعمل لايك اكسب لول للفيديو وشجعني كده عشان نخص معوض بقى جدا هنجيب الميزان بتاعنا كده وحط عليه اي حل عندنا لازم حلها نشغل كده الميزان ونتأكد ان هو صفر تمام هنجيب بقى بعد كده الشوفان لو انت ما عندكش ميزان ماشي بقى الشوفان جايبه من العطار عادي على فكرة ادي كده اول معلقة معلقة الواحدة ثمانية جرون تاني معلقة تالت معلقة ربع معلقة سادس معلقة ست معلق شوفان عملوا معك كامل خمسة وخمسين جرون باحنا هنا هنحط ست معلق شوفان بس بعد كده بقى نجم كوباية لبا ده كامل الدسم تقدر تجيب خالي الدسم لو عايز سعرات اقل عشان نتأكد منه بردك انزل بقى باشا بكده على الشوفان اعمل معك كامل مية وستين جرون مية اخد بقى الكلام الجميل ده وعلى نرها ديها وتفدر تقلل فيه كده بقى باشا لغاية ما يستوي معك ما يبقى اللي معك كده ويوصل للمرحلة دي خلاص بقى تدفن نرها عليها وعلى طول بقى ما تستناش تنقله في بولوة تانية بالمنزر ده نعلته بقى باشا بالشكل ده نغطي عليه شوية هنسيبه كده بقى لغاية ما الشوفان يهدى حوالي كده نص ساعة ونجيله تاني ونجهز بقى لحاجات اللي هنحطها عليه من فوق وده بقى شكل الشوفان بعد مستوى مع اللبن هنحط عليه مزايا كده وندهسها كده ونخليهم مع بعض مزيج واحد بعد كده هنزلك سعرات كل مكون من المكونات دي وهنزلك سعرات الوجبة كلها في اخر الفيديو الموز مية وخمسة سعرة العسل تلاتة واربعين سعرة اللبن مية وستة سعرة الشوفان متين واربعة سعرة وكل حاجة موضحها بالجرام هو وبعد ما مزاجنا كل حاجة ببعد كده هننزل عليها كده بمعلاية عسل كبيرة بعد كده بكوباية زبادي نصيبها ترتاح في التلاجة شوية وقبل ما ناكلها كده نرش عليها معلاية قرفة من فوق وبس كده باش هي دي بقى النتيجة في الاخر كده واجبة السحور دي فيها ربعمية وخمسين سعرة حرارية تسعة وسبعين جرام كارب عشرة جرام دون صحية واربعتاشر جرام بروتين نسمي اللي بقى كده وندوق بجد طعمها حاجة في الكنجو جدا وضايت قوي وبقى سلم لي على الجوع والعطر لانك ولا هتعتش ولا هتجوع وعلى ضمانتي وبكده بقى انا قلتلك